مع اقتراب نهاية عمليات الإنقاذ في الولايات التركية العشر المتدررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا، بدأ الحديث عن مرحلة التعافي وبداية الإعمار والتخطيط للمنازل والشقق والمباني المستقبلية. في الأثناء بقيت هذه الأطنان من الركام شهدة على حجم الكارثة، فالدمار الهائل الذي خلفه الزلزالان محام عالم مدن من على الخريطة كهاتاي مثلا، وخلف عشرات الآلاف من المنازل المتدررة التي تحتاج إلى إزالة في وقت تعهدت فيه الدولة بإعمار المنطقة من جديد خلال عام واحد. إزالة هذه الأطنان من الأنقاض تعد الخطوة الأولى في أي مشروع من مشاريع إعادة الإعمار، وهي تنقسم إلى نوعين. الأول الأنقاض الساقطة المجمعة التي ترحل إلى مكبات أنقاض لإعادة تدويرها، والثانية وهي القائمة لكنها غير صالحة للسكن وتحتاج إلى تقييم لاتخاذ قرار حول الهدم أو الترميم. وفي الوقت الذي تبدو فيه الأنقاض عائق كبيرا في وجه إعادة الإعمار، فإن إعادة تدويرها للاستفادة منها في استخدامات إنشائية مستقبلية يراه البعض ثروة تحتاج إلى خبراء فرز والإجان تقييم، إذ يمكن استثمار أسمنت الأنقاض والحجر لتوظيفها في الترميم وتعبيد الطرقات، علاوة على الحديد والأخشاب والأسفلت والتربة وما ينتج عن تمديدات صحية وكهربائية. تحدي كبير لإعادة الحياة إلى مدن وبلدات أصبحت أثرا بعد عين. بدأت عمليات حصر الأضرار وملاحقة متعهدي المقاولات المتهمين بتصميم منازل غير مقاومة للزلازل لتبدأ مرحلة جديدة من الإعمار في مناطق محيات من الخريطة بسبب الزلزال المتمر.